أهلا بحضراتكم من جديد بنرحب بزميلتنا مريم سميح علشان نعرف منها آخر الأخبار النهاردة من وراء مريم ده نورة كلا يا كابتن أسامة برحب بيك طبعا برحب بيك يا محمد بقال لكم كل سنة وانتو بألف خير وكل جمهورنا بألف خير ورمضان دايما كريم علينا الله أكبر منطيب يا مريم هيا عندنا النهاردة أخبار كتير يا محمد عندنا أخبار كتير يا كابتن أسامة بتتعلق سواء طبعا بالنيدي الأهلي ومواجهاته المقبلة وأيضا المران النهاردة وعندنا كمان أخبار بتتعلق بيك المنتخب الحقي عندنا نهاردة وجبة متنوعة ودسمة تتناسب مع شهر رمضان الكريم الحقي خلينا نبدأ بأخبارنا مع النيدي الأهلي ووصل فريل أول لكرة القدم تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش بيك الجزيرة وذلك في غياب 14 لاعب لانضمام 10 لعبين للمنتخب الأول و3 لعبين للمنتخب الأولمبي بالإضافة إلى انضمام علي معلول لمنتخب تونس ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته غدا الخميس وبعد غد الجمعة ثم يحصل على راحة لمدة أسبوع طبقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارسال كولر وكانت قرعة الدور ربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا قد أوقعت الأهلي حامل اللقب في مواجهة سيمبا التنزاني طبعا زي ما احنا بدأنا الحلقة النهاردة كنا بنتكلم على الميران يمكن الميران النهاردة وهيستقنا في بكرة كمان هي هيكون معنا أكيد زميلنا كريم أحمد من مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان يطلعنا أكتر على تفاصيل الميران ولكن خليني أتوقف معاك يا كابتن أسامة ومعاك يا محمد عن مواجهة سيمبا التنزاني الحقيقة بعد القرى عايزة أعرف منكم شايفين إزاي المواجهة دي مواجهة صعبة جدا كابتن أسامة مواجهة متكررة سيمبا من الفرق اللي بتلعب الأهلي كتير في الفترة الأخيرة سواء في دور الأبطال أو الدور الإفريقي ويمكن في نقطة بس ممكن تكون سلبية ما بنحققش نتائج إيجابية هناك ما بنرجعش كاسبانين لكن أعتقد المباراة اللي جاية ممكن يكون فيه دافع إنه هنغير الصورة اللي تمت في الفترات الأخيرة المباراة في شهر رمضان أكيد فيه تفاصيل بقى مطالقة بالمواعيد خلال الساعات الجارية أو النهاردة لسه هنقول بقى إيه الخبر ده في الخبر اللي جاي لكن عايز أكد على كلام محمد الكرة في تنزانيا دلوقتي تطورت بشكل كبير نحن نتكلم في ريتين سيمبا ويانج أفريكانز الاثنين موجودين في دور الأبطال إذن النهاردة فيه تطور كبير وطفرة كبيرة في الكرة الأفريقية سيمبا يعتبر هو النادي الشعبي هناك في تنزانيا مبارياته مع النادي الأهلي وشفناه في الدور الأفريقي شفنا حضور جماهيري كبير جدا والدلعة كده كمان النتيجة انتهت بالتعادل الإيجابي اثنين اثنين ولما مباراة العودة في القاهرة انتهت بالتعادل الإيجابي واحد واحد فالمواجهة تكون صعبة في حضور الجماهير أيضا كمان شوف الكيادة الفنية اللي فريق سيمبا في الوقت الحالي عبدالحق بن شيخة ده المدرب جزائري صاحب خبرات كبيرة مرن اتحاد العاصمة الجزائري اللي قدر يحصل على السورة الأفريقية فالمواجهة داخل الخطوط وخارج الخطوط اكيد هتكون صعبة انشاء الله بتمنى كل توفيق يعني عاصمة تنزانيا من المدن الجميلة جدا على فكرة تنزانيا تحديدا من الدول السياحية في الفترة الأخيرة اتفضل يا ماري